السلام عليكم صباح الخير عليكم جميعا بعد العطور على جدت رئيس إيران إبراهيم رئيسي بعد سقوط مروحيته يوم أمس قالت الصحف الألمانية والمحللون الألمان أنهم لا يتوقعون أن تؤدي وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى حصول أزمة سياسية أو انشقاقات سياسية في إيران وقالوا أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي كان قريبا جدا من المرشد الأعلى علي خامنائي وسوف تقام له مراسيم دفن وجنازة ضخمة في إيران ويتوقع الخبراء الألمان أن تجري انتخابات رئاسية جديدة في إيران خلال خمسين يوم ويحتمل أن يكون الرئيس الجديد لإيران محافظا جدا ومتشددا جدا وقالت الصحف الألمانية بأن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي كان متشددا في الحكم وقالوا بالصحافة أنه لم يكن يتسامح مع معارضي النظام الإيراني وقالوا أنه من المرجح أن يتدخل المرشد الأعلى علي خامنائي شخصيا لضمان انتقال ساليس للرئاسة خاصة أن الوضع الداخلي في إيران بدأت تظهر فيه بعض الأصوات التي تطالب بالانفتاح وحصلت أيضا مؤخرا بالسنوات الأخيرة في إيران مظاهرات متعددة للمعارضة الإيرانية التي تطالب إما بتغيير النظام أو تغيير الدستور أو الانفتاح على العالم وقالت أيضا الصحف بأن المرشد الأعلى لإيران علي خامنائي البالغ من العمر 85 عاما كان يعول على إبراهيم رئيسي لخلافته بمنصب المرشد الأعلى الآن يرجح أن يحصل على هذا المنصب ابن المرشد الأعلى مجتبى خامنائي الذي يعتبر أيضا متشددا ويمتلك قاعدة قوية في أجهزة المخابرات الإيرانية والإعلام وتعتقد الصحافة الألمانية بأن الحارس التوري سيلعب دورا حاسما في مستقبل تحديد رئيس الجمهورية الإيرانية المقبل اندلع حريق في مبنى سكني متعدد الطوابق في مدينة بون في ولاية شمال الرين فيستفالن بون بغوسا بيرغ مما أصفر عن إصابة 13 شخصا تم نقل 8 منهم إلى المستشفى تلقى رجال الإطفاء العديد من المكالمات الطارئة في وقت مبكر صباح يوم أمس الأحد وعند وصولهم كانت الشقة في الطابق الأرضي مشتعلة بالكامل بسبب الوضع الدراماتيكي والفوضوي تم استدعاء تعزيزات إضافية وتمكن رجال الإطفاء من إنقاذ سكان البناية منع رجال الإطفاء انتشار النار وانتقالها إلى الطوابق العليا وتم نقل 8 أشخاص إلى المستشفى إصابات تترابح بين الطفيفة والمتوسطة المبنى الذي يحتوي على 14 طابقا أصبح غير صالح للسكن حتى إشعار آخر وبدأت الشرطة الجنائية التحقيقات في سبب الحريق تشهد أسعار السيارات المستعملة في ألمانيا انخفاضا خاصة السيارات الكهربائية التي انخفضت قيمتها بنسبة 18% مقارنة بالعام الماضي السيارات التي تعمل بالبنزين والديزل شهدت انخفاضا أيضا بنسبة 7% و5% على التوالي وتلاحظ وكالة DRT أن تراجع الطلب أدى إلى بقاء السيارات لفترات أطول في معارض البيع مما دفع التجار إلى خفض الأسعار رغم انخفاض الأسعار لا تزال أسعار السيارات المستعملة مرتفعة مقارنة بفترة ما قبل كورونا كما لوحد أيضا من عند الخبراء بأنه لم تعد سيارات البنزين والديزل تفقد قيمتها بالسوق بعد شرائها بنسبة كبيرة كانت قبل كورونا تبلغ قيمة سيارات البنزين والديزل 55% بعد شرائها لفترة معينة الآن قيمتها تبقى مرتفعة وتصل إلى 64.5% يعني ما زالت قريبة شيئا ما من تمنيها الأولي عند شرائها أول مرة يعني سيارات الديزل والبنزين أصبح عليها الطلب في الفترة الأخيرة ولم تعد تفقد قيمتها بسرعة لأنه أيضا الطلب انخفض على السيارات الكهربائية لأنه أيضا الحكومة الألمانية توقفت عن إعطاء الدعم المالي عند شراء سيارة كهربائية جديدة لكن سوق السيارات الكهربائية المستعملة ما زال يعاني بشكل كبير وتتواصل التحديات الكبيرة لهذا السوق خصوصا ما يخيف الناس دائما هي مشكلة البطارية للسيارة الكهربائية المستعملة وعدم أيضا وجود مراكز كافية وكثيرة للشحن تجعل العديد من الأشخاص لا يتشجعون لشراء سيارة كهربائية مستعملة ما رأيكم أصدقائي بهذه المسألة هل أنتم منفتحون أيضا بالمستقبل على فكرة شراء سيارة مستعملة لكن تكون سيارة كهربائية أم أنكم تقولون حاليا بسبب مشكلة البطارية للسيارة المستعملة وتغييرها الذي يكون بعض المرات صعب للغاية ومستحيل في بعض الأحيان ومشكلة عدم وجود مراكز الشحن الكثيرة إضافة أيضا إلى غلاء فاتورة الكهرباء لأن الشحن يعني الواحد يدفع دائما قيمة داتا الشحن للكهرباء فهل أنتم ممكن أن تنفتحوا مشتقبلا على سيارة كهربائية مستعملة أم أنكم تقولون حسب الظروف الحالية ستظلون يعني وفيين إذا اشتريتم سيارة بشراء إما سيارة بنزين أو شراء سيارة ديزل اكتشاف مروع في ولاية نيويورك الأمريكية أم حبست ابنها الصغير عمره سنتين في قفص ضيق عطرت الشرطة في مدينة بوفالو على طفل في ظروف مزرية وجسده مليء بالكدمات جاء ذلك أثناء محاولة اعتقال الأم عمرها 24 سنة بيتها من أخرى يعني اكتشاف الطفل كان فقط صدفة كان القفص مصنوعا من سرير الأطفال ومغطى بجزء من سرير آخر بحيث لم يكن الطفل قادرا على الوقوف أو الخروج منه بمفرده وذكرت الشرطة الأمريكية أن القفص والطفل كان مليئان بالبزار وكانت المنطقة المحيطة مغطاة بالقمامة كما وجدت أيضا بقايا للطعام وعظام الدجاج في القفص مما جعل أيضا المشهد متيرا للإشمئزاز عندما عطرت الشرطة على الطفل البريء وقالت الشرطة أن الأعضار التي قدمتها الأم لوجود الطفل في القفص لم تكن مقنعة في المستشفى تبين أن الطفل يعاني من كدمات في وجهه وجسده بالإضافة إلى كسرين في ضلوعه الأم ادعت أن الطفل سقط من على الدرج ولم ترى ضرورة لزيارة الطبيب قد تواجه الأم عقوبة سجنية بسبب تهمة تعريض رفاهية وسلامة الطفل إلى الخطر شهدت أفغانستان منذ بداية شهر ماي آيار تساقطات مطارية قوية بشكل غير معتاد واستمرت العواصف لمدة طويلة مما أدى إلى حصول فياضانات تسببت في وفاة أكثر من 420 شخص في شهر واحد يعني فقط في شهر ماي آيار توفي في أفغانستان 420 شخص جراء الفياضانات للأسف كما تسببت الأمطار في تدمير مساحات زراعية كبيرة ونفوق العديد من الحيوانات وقطعت العديد من الطرق الرئيسية في بعض الولايات وتدمرت أيضا الجسور الخبراء يعتقدون أن الظروف الطبيعية الصعبة التي تمر بها أفغانستان لها علاقة أيضا بالتغيير المناخي لذلك الخبراء يربطون أن هذه الكوارث الطبيعية والتساقطات الكبيرة التي تأتي فجأة وتتسبب بكوارث كلها لها علاقة بالتغيير المناخي كانت هذه جولة لأهم الأخبار التي تتكلم عنها الصحافة الألمانية شكرا لكم السلام عليكم إلى اللقاء